بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله اليوم راح نتكلم في هذا الدارس عن أسقر جزء في عنصر وهو الذرة ورح نتكلم عن الجسيميات قليلا يعني مقدمة بسيطة عنها طبعا العالم الذي نعيش فيه يتكون من العديد من المواد الطبيعية المختلفة مثل الخشب والماء والبلاستيك والحديد والهواء ويمكن تعريف المادة على أنها أي شيء له كتلة ويشقل مساحة كلنا نعرف هذا الكلام طيب الكتلة هي عبارة عن قياس لكمية معينة من المادة راح أحطيكم مثال فمثلا عندنا بالون لنا أحمر مملوء بالماء مثلا طبعا كتلتها هي الكبيرة وعندنا أيضا بالون لونه أخضر مملوء بالهواء لو قارننا بين البالون الأحمر اللي مملوء بالماء طبيعي يكون بينهم فارق في الكتلة هذا المعنى راح يكون منطبق تماما على الذرة والجسيميات الثانية طيب الذرة هي الوحدة الأساسية لكل المواد كلنا نعرف أنها هي المكون الأساسي في كل العناصر الموجودة كلمة ذرة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني المادة القير قابلة للانقسام أو أصقر جزء في عنصر ما موجود في هذا العالم وطبعا جسم الإنسان يتركب من وحدات تركيبية وظيفية تسمى الخلايا طبعا الخلية هي أصقر جزء من المادة الحية وهي عبارة عن كتلة من مادة الحياة المسمى البورتو بلازم من الناحية الكيميائية عبارة عن مزيد مركب من مواد كيميائية خاصة ومرتبة بنظام معين طبعا تتضح في صفات الحياة وهي المادة والمادة هي كل شيء يشقل حيز وله ثقل ويمكن إدراكها بالحواس وبالعين طبعا تتكون المادة من دقائق سقيرة تعرف بالجزئيات وهذه الجزئيات عبارة عن وحدات يمكن تجزئتها في المادة مع الاحتفاظ بذاتها طبعا الجزئيات تتألف من دقائق أصقر تعرف بالذرات وكل نوع من أنواع الجزئيات يتألف من عدد معين من الذرات التي ترتبط ببعضها البعض بروابط كيميائية وبطريقة معينة طبعا يتألف أبسط أنواع الجزئيات من اتحاد ذريتين أو أكثر متماثلتين من نفس النوع كما في حالة ذرات الهيدروجين كلنا نعرف أنه يتكون من جزء واحد من الهيدروجين أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس البسيط كانت مقدمة بسيطة عن الذرة كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي ترجمة نانسي قنقر